أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذالت خلال ترأس مدبولي اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة بحضور وزراء التموين والتنمية المحلية ووزير الزراعة وشد دمت بولي خلال الاجتماع على أهمية تحقيق كل محافظة لمستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام مودها بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لدميع خطوات وإجراءات الحصاد والتوريد والتأكد من صرف مستحقات المزارعين أولا بأول